السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آليات التنصيب يشون تكون مبدئيا لازم يكون عندك إديتور اللي عن طريقة راح نبرمج اللي هو Visual Studio Code يعني مجرد تكتب في جوجل Visual Studio Code يظهر لك Visual Studio Code هذا عن طريقة راح نبرمج فتقول داونلود بس تنتظر شوية راح يبدأ بالتنصيب طبعا راح أقوله cancel لان نصبت أصلا زين الشغلة الثانية مهمة هي node.js هنا تكتب node.js وتضغط على node.js.org ويكون عندك نسختين انت تختار نسخة اللي بيها LTS Long Term Support هذا current دايما نجي لتحديثات هذا أفضل يكون شوفوه يقولك recommended for most users فتختار ال LTS تضغط عليها راح يبدأ ينزلك شنو node.js المهمة هاي الشغلتين لازم يكون عندك مناسبة طيب بعد التنصيب هذا اجي على اي folder اروح للـ download عندي تقدير تنزل أول شيء node.js بعدين الفيديوالصوديو كود بعدين node.js يعني ما راح تفرق لا تنتظرها تقول لها next التنصيب سهل تقولها accept next next اه خلنا رجعب action اه ما يحتاج نقولها next and install زين نقوله هنا yes ويبدأ بعمليات التنصيب ماشي ما فروض انه ما ياخذ كتير وقت زين جميل نصبه طيب نجي للـ visual studio code هذا ايضا نقولها run نقولها accept next next اه سوي لي ايكون بالدسكتوب تقر تختارها تقر ما تختارها بكيف كنت اه يس ما عندي شيء اخر نقوله هنا نستل راح يبدأ بعمليات التنصيب حلو يعني الموضوع يمر بسلاسة حقيقة طيب هنا في nest js يعني هنا اذا اجينا ما تلخ لي google google اذا اكتبنا هنا nest nest js راح يظهر عندنا الموقع مالتا اذا اجعل الموقع لاحظة هنا تقدر تجي على documentation اللي هي تستفاد من عنده المعلومات كيف تنصبه والاخري شوف هنا عندك installation دايما موجودة هنا هم introduction يعني اخاف مثلا راح تلي صفحة اخرى اذا تريد رجالة تجي ال introduction هذا الفيلوصوفي ما لنا علاقة بي installation هذا ال installation شوف هذه اهلية التنصيب وهذا شون تسوي المشروع موضوع سهل فقلي نغلق هذا خلي نشوف هذا وين وصل موضوع اوكي هذا اكمل يقولك اذا تريد الشغلة يعني ما ارد الشغلة فراح اشيل الصح واقوله finish طيب نجي طبعا نجي هنا نكتب cmd راح يظهر عندنا command prompt هذا نكتب هنا node نبدأ minus minus version اوكي بهذا الصورة شوف هذا اذا اظهر لي هذا معناته شنو معناته هاي النسخة مالت النود طبعا ممكن ممكن انه انت تدخل على موقع node.js وتلقى النسخة مختلفة مثلا نكتب node.js يعني اللي هما يحدثون مثلا تلقى هنا 19 او 20 او 30 عادي عادي جدا ولا تخربط نفسك نزلها وكمل ويايا الدورة المهم يعني ما يكون اقل من 17 حاليا هو 18 يعني انت اذا راح تلاحظ هذا الفيديو خلاص 18 اعلى ولا اقل تمام يعني اعلى ولا اقل فاذا انت صار عندك نسخة 19 20 يعني جيت للموقع 20 هل ينفع اكمل وياك الدورة نعم نعم عادي جدا زين فهنانا لدينا node.js محمل طيب نجي مرت الله هنا شي يقول يقول npm i minus g at nest js هذا حتى تنزل ال nest js ماشي فهنا نقول right click اوبس طبعا في بعض الناس ايضا تستخدم شنو تستخدم الجيت يعني تحمل اوبس هذا راح للجيت هاب الجيت تمام الجيت شنو هو هذا طبعا كلش 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 مهم يفيد المبرمجين اللي هو نسميحنا بال version control system يعني هذا يتحكم بالنسخ او الاصدارات اللي انت تنتجها طبعا ممكن تنزل ايضا على windows طيب ممكن تسأل تقول هاني اقدر ايشتغل على cmd بدل الجيت اي نعم تقدر بس اوقات مثلا ممكن تتابع في الدورة معينة فاتشي يقولك لازم تحمل الجيت زين فتقري هنا متنزل الجيت طبعا اذا ما نزل اضغط على click here to download اوقات في مثلا ما يشتغل مثلا ما سورك download فتقري تضغط على هاي الكلمة فعندك هذا الجيت مثلا تقريب منها تقول الرن او تروح للdownload وتقول الرن عادي تقريب تنزل الجيت الجيت الجميل بي انه الاوامر مالتا الكوماند الاوامر مالتا هو يشبه اللينكس تمام او خلنقل مثل اللينكس شوف هنا اقدر اضيفة ايضا على الدسكتوب زين فيشبه اللينكس فبالتالي مثلا لو شفت واحد يشتغل مثلا use them as اوكي ما رح اغير بيها مثلا اوقات تلك الناس مثلا عاملين دورة على الماك او عاملين على دورة على اللينكس مثلا وانت تريد التابع نفس الكوماندات مالتهم يعني نفس الاوامر اللي يكتبوها زين فتقريب تتبع ال get تنزل ال get عندك اوكي هذا وايس والف عدا زين تقريب تتبع ال get فال get الكوماندات اللي تنكتب باللينكس والماك تقدر تكتبه هنا بالويندوز هم لان ليش هنا بال CMD يختلف شوف هذا نزل لي اياها طيب واني شون هاعرف انه تم تنصيب نست جي اس مجرد اكتب هنا نست مينس 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 version زين فرح هتاكد انه النست موجود ولا لا نعم موجود النسخة العاشرة حلو اذا النود احنا موجود عندنا والنست ايضا موجود عندنا جميل فبالتالي كل شي تمام يعني حتى تقر انه اذا تريد تعرف شنه اللي يحتويها النست مينس مينس هالب زين فهالب شنه هو وسيلة مساعدة يعرف لك انه عن طريق الامر نست اشتقر تسويه طبعا فيها كثير من امور شوف هذا ايضا عندك ال get نزل نقدر نشيل هذا الصح ونقول هنا finish فصار بدكسطوب موجود او تقدر مننا انا ما ايضا تقول لها get راح يجي لك ال get cmd وعندك ال get باش هذا ال application اوكي تمام طبعا هذا خلني جي هنا نضغط على الايكونة مالتا ونشوف ال option ونجي لل text شوف هنا select نجي له يعني مثلا ممكن نقولها 18 نقولها اوكي ونقول apply شوف نكبر لك يا save نكبر لك الحجم مالتا خلني نقوله هنا ls شوف طلع لك المعلومات cd desktop مثلا خلني نشوف اوكي جابك desktop ls شوف يطلع لك المعلومات داير مثلا اوكي حم ايضا هنا يطلع لك المعلومات مالتا فتقدر انه بال get يعني حتى ما ما تكون مشوش ال cmd موجود فقط بال windows حلو cmd موجود فقط بال windows في الماك واللينكس ما موجود ماشي في الماك واللينكس ما موجود فاوقات اوقات تشوف مثلا شروحات او فيديوهات او مقالات على الانترنت هو مجرب طريقة مثلا نيست فد مشروع عاملها بس يستخدم بها linux او ماك فانت لما تجي تكتب الاوامر مالتا ما رح تستقبلها ال cmd تمام فتقدر تستعين بال get ماشي ايا الفكرة اما هذا لا يعني حاليا بالدورة معتنا لا عادي تقدر تستخدم ال cmd ما عندك اي مشاكل هنا انا فانيجي هنا بال get خلنكتب هنا ls and ماي مظهر لياها اوكي شنكدار نسوي هذا اذا ما فقدنا هنا خليني نقوله ampen هنكتب هنا مطلع get شوف get bash ماشي اذا اكتب هنا ls شوف عندك desktop مافروض موجود هنا this one شوف desktop فننزل الاسفل نقوله cd desktop حلو ونقوله هنا clear ls طلعلي desktop مالتي ماشي اوكي خلني يجي هنا اشي يقولك nest new فنكتب هنا nest new اذا نقوله enter شوف لاحظ ظهر شنو شي يقولك يقولك شنو هو الاسم اللي تريده على سبيه مثال blog او خلي نسميه مثلا student management مثلا student management ونقوله enter شي يقولي شنو نوع package manager لتستخدمه احنا نستخدم node في mpm هو مختارها فبس مجرد نقوله enter تنتظره لحد ما يكمل شوف هنا installing progress طبعا ما يعتمدها شوية على الانترنت حتى ينزلك المكاتب الضرورية الأساسية للمشهور فايدا الموضوع سهل جدا 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 يعني لما راح تشغلها ايضا تقولها npm run start فهو يشغلها اوتوماتيكين على فكرة هذا الكلام تقدر تسويه ايضا بالcmd يبقى الحرية اليك انت شو انتري تستخدمه خلي في بالك لما بالمعك نكتب clear فبالويندوز نكتب CLS اوكي وبالمعك او اللينكس ما نكتب LS فا لان هنا اذا كتبت LS ما راح يقرأ فبالويندوز مراد في مالتا داير دايركتري اوكي نشوف clear مثلا انا هنكتب CLS هنا اذا اردنا نجرب النست نكتب له نست او خلي نكون بالديسكتوب cd ديسكتوب الان احنا بالديسكتوب اشكلنا نكتب دايرا هنا لهذا cmd شوف طلالة المانومات مالتا فا خلي نكتب هنا CLS ونكتب هنا نست نيو حتى اشوف فاكشوف لاحظ نفس الكلام نفس الكلام سواء تستخدم الgetbash او تستخدم cmd ترى نفس الشي مثلا هنا اكتب employees profiles يعني ايش تريده تسميه نقول انتر يقولك تريده npm نقول نعم وراح يبدي يصنع لك اشوف اذا نفس الالية يعني ما اتفرق نهائيا نفس الالية هذا الانستاليشن اوكا مالتا وهنا ايضا الانستاليشن مالتا فانت شوف ياهو يعني مناسب اليك نا نبلغ مستخدمين الويندوز يعني انions مثل الويندوز ique مالويندوز بالمك وايضا بس ويندوز ما استخدامه فقط في الدورات لذا قملك نعرف احنا شعبية الويندوز كثيرة بالوطن العربي فبالتالي ا اشرح windows حتى البقية ايضا يستفادون ف�wir استخدمي الويندوز اكيد سوف Sixteen اتخاذ الTB le استخدامه بس четыре هما تجد تستظيم الـ CMD بالبرمجة لا عادي تجد تستظيم الـ CMD تجد تستظيم الـ GetBash يعني ده عن طلك اكثر من وسيلة لين ممكن انت تلاقيها على الانترنت هما شرحينها بهاي الطريقة يعني ممكن هما يكونوا مستخدمين الـ GetBash وما تعرف كيف تتعامل معها فهي هاي الفكرة مالتها GetBash تجد تعتمد على أو هي تعتمد على الـ Command.at مالت الأوامر مالت الـ Linux وماك اما الـ CMD هي خاصة فقط في الـ Windows طبعاً هذا تتركها لغاية ما يكمل بالكامل يعني ما تعمل اي شيء زيان لا تتلمسها ولا نهائياً تجد تتحضر لك كافي زيان أو تشاي مثلاً لحد ما يخلص واذا طول كثير حظر غدا طمام ولو الساعة سبعة يعني حتى الغدا ما بقى على الوقت يعني حذر عشا عشا وتعال هاي كمل شوف شو هذا بالـ CMD يكمل هذا ميضاً يكمل شوف حالو شوف هو يقول لك انها يقول لك اكتب حتى تدخل المشروع وبعد ذلك تكتب نعم تمام فانت شون تشغل المشروع الموضوع سهل مجرد هنا او خلينا غلقهم هذا شوف هذا هم CMD اوكي حتى أشوفك انه الاثنين اشتغلوا شوف هذا هو الـ employee وهذا الستيودنت تذكر فهذا الامبلوي اللي احنا صنعناه عن طريق CMD وهذا عن طريق الget فانت حر بكيفك استخدم اللي تريده المهم طيب هذون الثاني شو نفتحهم او ادخل عادة تفاصيلهم طبعا قدنا هنا Visual Studio Code اوكي فاني شغل Visual Studio Code وقدر استدعيها عن طريق Visual Studio Code اراح استدعي مشروع واحد طبعا ارجع اذكر انه انت مشرط تصنع مشروعين اوكي هذا كل واحد بنعوده مشروع لا تصنع يعني بس حبيت اشوفك انه تقدر تنزل الget وتصنع بيها وتقدر تستخدم الC&D وتصنع بيها اوكي فخلينا نشوف هنا نجعل الفايل عندنا شي اسمه Open Folder وبالOpen Folder اجي على الديسكتوب عندي شي اسمه Employ or Student Management كيفك هني قولها Select Folder فراح يفتح لك المشروع حلو المشروع متكون من جمعة عناصر يعني هنا انت عندك Yes هنا انت عندك اول واحد اللي هو Nod Modules هذه شنو المكاتب الضرورية لتشغيل النست طبعا مو بس فقط المكاتب الخاصة بالنست بل ايضا في الدروس القادمة اللي بنجي ندخل اكثر اعمق قد نحتاج الى مكاتب نحملها فكل هذه المكاتب راح تكون موجودة في النود تمام هنانا السر سي اللي هو السورس كود مالتك هنا احنا يكون البرمجة مالتنا تمام ففيها ملفات راح نجي للملفات زين هنا هنا التست فايل عاي بعد ما تكامل المشروع تجري تعمل تست للمشروع مالتك اوكي احنا هنا ايضا مجموعة تعريفات اللي هو مكاتب خللي نقول مكاتب خاصة بالجافا سكريبت نفسها ليه ايش؟ لانه النسجس ما يعتمد على الجافا سكريبت الاعتيادية وcir يعتمد على منو على التيب سكريبت تايب سكريبت هي خلل نقول سبسيت الف جافا سكريبت تايب سكريب اوكي تايب سكريبت زين انا شو راحت احد ال عبل دورة الانجولار شرحت عن تايب سكريبت طبعا تايب سكريبت سهل جدا نقدر نأخذها مع النسجس وتتعلمها هذا يختصر لك TypeScript هو شنو TypeScript هي مو لغة TypeScript هو Subset هو عبارة عن شي فرعي من الجابا سكريبت حتى وضح لك هي أكثر يجوز أنت قلت شنو معناته حتى فسر لك هي TypeScript يختصر لك شغلك بالجابا سكريبت شو مثلا يعني أنت عندك فنكشن بيها مئة سطر بالTypeScript تقدر تختصر هالمئة سطر بسطر واحد بس تخيل فهو راقي إلى درجة فضيعة جدا طبعا من تكتب بالTypeScript بعد ما تيجي تعمل لكومبايل تريد تنتجها كمشروع نهائي يتحول أوتوماتيكيا من TypeScript إلى جابا سكريبت فهي هاي الفكرة فهنا المكاتب الخاصة للتعامل مع TypeScript هذا الفولدر يقول شنو هي الملفات اللي لما ترفعها على الGithub ما تنرفع يعني من ضمنها مثلا النود ماجل لأن النود ماجل أوقات لما نشتغل على مشاريع أملاقة توصل للجيجا ثنين جيجا فما ما أقول أن تتحمل لثنين جيجا على الGithub للناس اللي لا تعرف الGithub Github هو ريبو سايتري معروف جدا للمبرمجين يعني شارح عن الGithub Github والGithub شارح عنهم اللي نرفع بها السورس كود مالتنا تمام فهذه خاصة بالGithub أوكي وبقيت الملفات نفس الشيء يعني أحنا ما رح نشتغل بكثير تفاصيل من هذه التفاصيل حقيقة هاي ملفات تابعة إلا أوكي هذا الـ TypeScript Configuration إيج ديش عليها إكما سكريب ديش تغل والآخرين لكن أكثر تركيزنا رح يكون على السورس هذه مهمة جدا لأنه هو الشغلنا هنا يكون أما الباقي هي أوتوماتيكيا هي تقوم بتأيديه تواجبها ما تحتاج أنه تجي لها هذا هو المهم هذا الفولدر اللي بيها المين تي اس اللي هو الفايل الأساسي لما يشتغل المشروع مالتك هذا الفايل أول واحد رح يشتغل أوكي اللي ودي نشوف هنا البورت محددة 3000 زين وعندك هنا مثلا الـ App Service وعندك هنا الـ Module طبعا هذا واحد وواحد رح نجي نشرحها وعندك هذا هو الـ Controller طبعا أنت بأي مشروع تحتاجه لثلاثة عراسة الأساسية Service Module Controller خليه في بالك حتى نجي نوضح المسألة إذا حبينا نشغل هذا المشروع هو اسم Student Management صح طيب وإحنا شونا نشغل المشروع طبعا إذا جئنا هنا أوكي طبعا إذا نروح الـ Get Bash نقول له هنا CD Desktop و LS CD شوف هذا هو اسمه Student Management أقدر أقول له Right Click Copy Right Click Best وأقول له Enter الآن أنا بداخل المشروع إذا قلت له LS شوف لحظ هذا محتويات المشروع شونا شغلها شونا شغلها MPM Run Start وأقول له Enter بس في كل مرة تريد تشغل المشروع تقول له MPM Run Start هذا هو الشغلة طيب الآن المفروض إنه المشروع اشتغل أوكي شوفه الآن هذا رح يظهر لك ممكن تقول له شنو Allow Access طبعا تقول له هذا أيضا صح تقول له Allow Access هذا ممكن يطلع لك مرة واحدة بس زين بس كل ما إذا ضدع لك مرة أخرى همقول له Allow Access شوف هنا شي يقول لك يقول لك successfully started يعني أنت عندك Application اشتغل فشون أنا أعرف أنه هو يشتغل على بورت 3000 فأكتب هنا Local Host نقطتين 3000 وأقول له Enter شوف لاحظ شنو طلع لي Hello World تمام فإذا هالشكل إحنا اشتغلنا طبعا هذا Hello World منين يجينا أحنا هنا عدنا شنو ال App Module هذه App Module كلش ضرورية هو الملف ما خلي نقول المين TS أحنا شقلنا قلنا المين TS هو أول فايل رح يشتغل في التطبيق مالتك فهذا لما يشتغل لو تجي تبعو على هذا ال Function أوكي اللي هو هنا لما إحنا النادي هذا رح يشتغل فرح تلاحظ أنه هو أول شي يبحث عنه هو App Module فإذا جينا على App Module في داخلها موجودة Controls اللي هو App Control وال Provider اللي هو App Service فرح يجي على Controls يشوف بال Controls أنت عندك شنو عندك هذا الفنكشن لازم تشغله هذا الفنكشن مربوط بمنو بService hello.get لو أجي على Service رح حلق هنا hello.get موجود اللي ديرجع لي شنو hello world طبعا ممكن يكون الموضوع شوي معقد يا معود أنت Control Module شنو هذا لت لتضغط على نفسك رح نشرح لك بالتفصيل أنا بس حبيت أوضح لك hello world منين إجا لكن الباقي رح نشرحها بالتفصيل ونأخذها فردا فردا واحد واحد نشرحها ونشوف شنو هاي المسألة مالتا على عمو هي هاي الفكرة أنه نحن شون نصب النست ونشغل النست ونعمل مشروع بالنست في ال ال ويندوز بالنسبة جماعة الويندوز أيضا عدنا شنو Postman Postman ليش لأن نحن النس جي أس عبارة شنو API فما يصمم لك واجهات فبالتالي نحن نحتاج إلى برنامج يشيكلنا يعمل فحص للا API ما اتنى إذا هي ناجحة ولا لا فبوستمان هذا يفيدنا ندخل على موقع Postman Postman فعندنا نسخة الويندوز شوف هنا موجود Download the desktop app وهنا تقول Download Windows 64 هنا عندك 64 شوف عندك أيضا أنواع أخرى من ال Check API بلاتفورم بس هاي زائما أحب البوستمان تقريبا الحجم 160 ميجا بالشكل أوكي نضغط عليه نقول هنا Run طبعا راح أعلمكم ما شون نستخدمه يعني لا تتفاجأ بالبرنامج موضوع بسيط تقريبا تقريبا غلقا نزل الأسفل شوف طول طول شغلك على البرنامج لازم هذا يبقى شغال أوكي متوقف تقريبا تنزل الأسفل طبعا هذا هو البوستمان أوكي هو يطلب عندك شنو أنه تسوي حساب وهنا ممكن يقول create your account or sign up later skip and go to the app ممكن أنه ندخل التطبيق بدون تسجيل ماشي طيب هذا شون استخدم آلية بسيطة جدا يعني أنت شون كتبت هناك local host تمام أو تقدر شنو هذا تذكر local host اللي هنا موجود تقدر تختار تقول copy تجي هنا وتضغط تقول best وهذه الصورة وتقول شنو تقول send شوف لاحظ شنو طلع لي hello world ماشي وطبعا منها تضغط تفتح لك لسان جديد وتكتب مرة get post put patch delete هذون رح نشرح هم شنو مواضيع هم طبعا تخلي postman أيضا موجود هنا بالتاسك بار كيس تحتاج وريد أترك اللابتوب أو أطفي اللابتوب شون هذا المشروع أشغله بعدين عادي تجي هنا تقول ctrl c c توقف المشروع شوف المشروع توقف لما جي هنا أعمل refresh ما راح يستجيب شوف ما موجود طيب طفيت الحاسبة الآن رجعت مرت لك أريد أشغل المشروع شلون عادي جدا يعني أنت بس مجرد تفتح الباش من جديد يعني هنا تروح للباش من جديد زين تقول cd احنا حاطينا بالدسكتوب دسكتوب زين ls شوف هذا موجود cd and هذا تقول right click copy right click paste enter صرت بداخل المشروع أهم شوف داخل المشروع تقول ls شوف هذا داخل المشروع فهنا شون الشغلة mpm start start أو run start عفوا mpm run start بس هذا فكل مرة أنت تريد تشغله تقول mpm run start بس ويشتغل عندك المشروع بس تنتظر شوي مش لاحظ تنتظر شوي أوك لاحد ما يقول لك أنه successfully started ما تعامل شي شوف لحظة هنا يقول started successfully started الآن تجي تقول refresh تشتغل حالو في نقطة أخرى أيضا أريد أضيفها لكم شوف أحنا ممكن أيضا نقول له شنو mpm run start رأسا نقطتين div طيب هذا أيضا راح يشغل للمشروع يعني ممكن استخدم mpm run start وممكن استخدم mpm أوك run start نقطتين div تمام هذا لو أجي هنا مرت الأخ يقول run شوف لاحظ يبقى شغال يبقى شغال أوك بس هو شنو السالف يعني هو شنو فرق عن السابق يعني هل معقول لا في command في أمرين هما حاطين ويعملون نفس العمل أكيد لا mpm run start اللي كنا نستخدم قبل شوي هذي يشغل لك المشروع حالو جميل تمام mpm run start div نقطتين div هاي لا هذا يشغل لك المشروع ويراقب المشروع في حد حدوث أي تعديلات ماشي يعني شلون يعني مثلا أنا الآن انطيت له على سبي مثال هذا رفرج طلع لي المعلومات الهنا كذلك مثلا هذا مو hello world خلني ايجي هنا مو مكتب hello world اللي هو بال app service خلني نكتب هنا محمد عيسى محمد عيسى ونقول ctrl s اللي هو ctrl s اللي هو save تمام شوف اوتوماتيكيا لو تلاحظ خلف الكواليس عمل شنو refresh انطال تحديثات اوتوماتيكيا فمنجي هنا رأسا شنو نطاني شوف لاحظ منطلت الرفريش رأسا نطاني شنو محمد عيسى تمام فاذا هذي dev جاي من كلمة development خلقوا لها ctrl c حتى تشوفوها start نقطين def فهي يعني كثير رح استخدم خلال الدورة اوكي فهذا الفرق من اتهم يعني واحد ما رح يهتم بالتعديلات اذا تعملها انت تشتغل عليه والثاني لا التعديلات فهذا اكثر شي نستخدم خلال التعديلات يعني والشغل والدرس والدورة والآخر من امور طيب الهنا نحن نوقف ونقولكم مع السلام نكمل درس القادم